السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتبعين يا حبيب يرب تكونوا جميعا بأحسن حال وما يدركوش أبدا أنا مجبرة النهاردة أن أنا أتكلم عن حاجة أنتوا كلكوا طلقتوها مني وأنا محبش أتكلم عن الرموز اللي مش حلوة أوش لكن كلكم أجمعتوا أنتم عايزين تعرفوا إيه هي رموز السحر أو الحسد والحسد كمان في المنام طبعا أنا هتكلم أول حاجة كده وهجب لكم رمز رمز وأي رموز إضافية كده أنتم حاسين أه لا ده في حاجة كمان كذا ده أنا شفت كذا كنت مصحورة اكتبوها في الكومنتات ولو الكلام ده صح برضو على قولي في الكومنتات أول حاجة هنتكلم عن الكلب الكلب أما يكون أسود أو أي حيوانات سوداء اعرفوا أن احنا كده ايه اتعرضنا لتلعبنا الشيطان لأن الكلب هنا يعني ممكن يدخل في حتة أن أنا ممكن أكون ما بصليش أو ممكن أكون مش ملتزمة فيظهر الشيطان على هيئة الكلب أو المعز أو الحيوانات السوداء أما تتكرر لكن وأوقات كتيرة جدا تلاقوه حاجة ضخمة كده قدامكم كده ظهر لكم ويبقى على هيئة كلب فخدوا بالكم أن أوقات لما بيكون سابت قدامي كنت شايفاه وانت نايمة ده تلعب من الشيطان ولازم عليك بالتحصين قبل ما تنامي لكن لو شفتي الكلب معاه كمان حيوانات تانية أو أحلام متتالية وراء بعضها تخص الكلاب وتخص الحيوانات الأخرى كل حلم مثلا بتشوفي حاجة معينة سوداء وكده عرف أن ده سحر باب من أبواب السحر إمتى يكون حسد هجيب لكم الرمز هنا والرمز هنا أما تلاقوا معين الكلب تنظر ليكم عين الكلب نظرت ليكم كنت شوفوا العين بتلمع عارفين تقول عين اللي بتظهر في الضلمة ده باب من أبواب الحسد ثانية حاجة هنتكلم عنها كلنا متفقين جدا عليها وهو رمز السعبان السعبان في المنام وخصوصا أما يكون أسود أما يكون أسود آه كده سحر الأسود سحر أيا كان حجمه أيا كان حجمه حتى لو كان أجي كده برضو ده بيدخل في باب السحر مالوش بقى دعوة بقى أن السحر ده كبير أو صغير بس هو سحر أيا كان ربنا يكفينا الشر يا رب طيب إمتى يكون السعبان ده هات مش سحر أما يكون فيه ألوان تانية حتى لو كان كبير جدا يعني حد من الرأيات كانت شافت سعبان كبير أو يواصل للسماء بتقول لي واصل الدبرج طويل أوي بس كان رفاية عقد الفتلة فمسكته من رأبته قارفت تجيبه 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 راح تجاية مسكاة وراح تجاية إيه ضغطة وقصته من لسانه وكده وراح ترميه في مكان سوري في الجملة خرابة راح ترميه فيها طبعا قلت لها نصر عليكي على أعداء وحالكة يتبدل للأفضل في مدياتها تثبت معيكي وبسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا كرمها فعلا وربنا يعطيها خير ما في الرؤية فده بيدل كتير قوي قوي على فترة وقف الحال بدون أي سبب هي حاجة كده قدرية من عند ربنا طب وإيه كمان أوقات عين حسدة شوية عليها لكن ملوش علاقة بالسحر ملوش علاقة بالسحر أوقات صعبانة ما يكون أبيض بيكون حد مقار بيكون خادع بس بيكون يبين كده أنه هو حد إيه على بابا الله وأوقات يكون بيكون الصعبان الأصفر طبعا إحنا عارفين إن ده بيدخل في اتجاهات تانية خالص اللي خاصة بالتعب والأمراض فربنا يربي يعافينا ويعافيكم خلينا في الاتجاهات اللي احنا ماشيين فيها تالت رمز معي وهو رمز المقابر المقابر لما تكون مهجورة وكتيرة جدا في المنام والواحد بيمشي فيها ومش عارف هو رايح فين شايف مقابر 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 فطبعا ده بيدل على السحر المدفون لو شاف الجاماجم شاف عزام شاف حد ميت يعرف إن السحر بتاعه سحر مدفون وأيا كان نوع السحر إحنا علينا بالقرآن الكريم والأوراد المقابر بتدخل في اتجاهات تانية غير السحر آه لك لما يتكرر المنام ده مع الرأي وخصوصا عما يلاقيها شكلها زي المهجور فده رمز لباب من أبواب السحر اللي واضحة جدا جدا للرأي فطبعا أول حاجة بيتعاوز من الرؤية وبرضو يبدأ يحصن نفسه كل رمز يشوفه من الرمز دي هنحصن نفسنا تمام كده معانا كمان من الرمز اللي بعد كده رمز الفار الفار ومع أدراك الفار الفار ده يعني من الرموز اللي فيه سحر وفيه حقد وفيه غل يعني لكو أنت تخيلوا بحدش يشوف الفار اللي ما يعرف أنه فيه حد بيكرهه جدا فيه واحدة مؤزية جدا فيه واحدة فعلا بتكون حد من الناس اللي مش بتحب له الخير خالص ولدرجة نا ممكن تقزيب سحر آه ممكن تتكلم في وشك حاجة حلوة قوي 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 تيجي من وراكي لأها بتتكلم ضدك بشكل مش طبيعي يعني تعطي تتكلم عكس ما انت شايفاه يعني ما حدش يشوف الفار اللي إذا كان واحدة في حياته ومجلب ووصفات دي عكس ما انت شايفاه ومؤزية من الحسد ومن السحر فيها الاثنين فيها الأزى الحسد وأزى السحر وتكون حد من الناس القريبين منك قوي أيا كان بقى اتجاهاتها إيه بس برضه ما نشوف الفار في المنام بالشكل ده طيب لو مات الفار ربنا بيخلصك من المؤزية دي أزى بصي بيترد على طول عليها على طول حتى لو مش انت اللي موتية طيب لو كان حي وشايفاه بقى رايح جاي رايح جاي فبتبقى واحدة سهلة جدا انها تدخل بيتك أو واحدة سهلة جدا انها تعرف عنك أي معلومات وفيها الأزى واحدة مؤزية 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 فربنا يكفينا شرها يا رب العالمي هقولكو بقى رمز غريب شوية رمز غريب شوية بس انتوا عارفين انا بحب أقول الرمز دي اللي بتجات لي في الرؤى وفعل انك وقعت كما هي الضرب على الرأس خيلوا بقى لو حد حس انه هو الضرب على دماغ وكده في المنام من غير ما يشوف من مين ده تعمل له سحر الضرب على الظهر سحر الضرب على منطقة الرحم سحر الضرب على القلب مش سحر الضرب على القلب ده بقى ما ندخلش بقى نقول سحر لأ ده وحد كده يوجع قلبك شوية ويزعالك شويتين حد بتحبيه يعني موقف يزعالك منه ما تقوليش بقى ده سحر اتعمل لي مع مالكة قالت ان الضرب في كذا يبقى كذا ده حاجة تانية خالص تمام يبقى الضرب على الرأس الضرب على الظهر الضرب على البطن او منطقة الرحم الضرب على القدم من حد ما كهول او خبط حسيته بيها فعلا في المنام يبقى احنا كده اتقذينا بالسحر الرأي كده اتقذى بالسحر طيب لو الضربة دي حسيته بيها وقمتم من المنام موجوعين اوش ده سحر لا ده مش سحر ده بيكون المكان نفسه في حاجة طاقة سلبية كده وانت يا حلو او انت يا حلو دخلتوا في حتة مز سغنان كده بدون تدخل من اي حد فقبل المنام نعمل ايه هنقرأ اية الكرسي هندهن جسمنا بالمسك صنعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فدي حاجة ودي حاجة تمام كده فنخبنا من الشعور بالقلم اول ما نقوم او لا من عدمه ده حاجة ده معنى وده معنى مالوش علاقة بالسحر لو حسينا بالقلم اول ما قمنا من المنام نكمل بقية الرموز وندخل على رمز لو حتى بيكرى ورانا في المنام بتجروا 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 وبدأت حسيته بانتهاج تعب تعب يعني نجري 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 وحسينا بتعب وبنجري في اماكن مجهولة فده سحر حد متابعك بسحر باستمرار وفعلا عمال بقى عارفيني السحر بيتجدد بيتجدد كل ما تخلص منه ويطلع كل ما تخلص منه ويطلع وخصوصا انت بقى لما تيجي في المنام وتحس انك انت او انت بتقعده يعني ايه يعني انا جريت شوية حسيت ان حد بيجري وراي وبدأت دعب ورحت قعدها طيب رجعت تاني قمت لقيت حسيت بحاجة بتجري وراي حتى لو كان شخص حتى لو كان مجهول حتى لو كان شبح او بتدخل في الاتجاهات دي طيب كل ما نجري ونحاول ان احنا نرتاح ونقوم نجري تاني فده معناه ان سحر بيتجدد فالرأي بقى هو اللي عنده المشكلة ايه ان الاعدة مجرد ان انت اعدت الاعدة دي يبقى انت كده جيته وقته معين تعبت بقى من انك انت ايه اه تحصل نفسك او مليت ففي الوقت ده الحاجة بتدخل عليك مرة تانية فكل ما كنا بنجري في الرؤية كل ما كان هي دي المشقة اللي بتكون الشخص ده بيتابعك بسحر معين فربنا يا رب يعافينا ويعافيكم فطبعا ما نملش من التحصينات ما نملش من التحصينات مشينا على التحصينات هتلاقي الاحلام بتاعتكم بدأت تتغير وبدأت ترتاحه تماما وبدأت الرؤى تجيلكم على افضل حال رمز كنت اقيله لسه في الاول خالص اللي هو الكلاب السوداء فيه كمان القطة السوداء فالقطة السوداء يعني مش عايزة اقولكم من اكتر الناس الخبيثة اللي ممكن تظهر تظهر على هيئة القطة السوداء فربنا يعافيكم طبعا فانا لما شوف منام زي ده القطة تقفلي على سلم يبقى دي احنا كده مرينا بفترة زمنية طويلة وموضوع من قديم طيب شفت القطة دي بس انا عندي قطة هل اربطها بالموضوع لا مش دايما نربطها لو سمحتوا لان فيه ناس كتيرة بتبقى عندها قطة وتلاقي كل شوية احنا بقطة قطة قطة الا اذا الا اذا حست باصابة معينة للقطة بتاعتها اللي في ارض الواقع تعرف القطة دي عمالها تتكرر معها تتكرر معها تعرف فعلا ان فيه ازة في بيتها ان فيه ازة في بيتها لدرجة ان القطة بتاعتها اتصابت بتعب او بضرر ما وتغير حالها عن الطبيعي بيحصل اه لان القطة معروفة بتدخل مكان القطة بتدخل مكان اه اوقات مثلا ايه تحب اه انا احب تحب البيت ده وتروح دخلات قطة قاعدت عندك تعرف ان عندك يفالحة تقس البين فالقطة جسمها اه عارفة جاله خمول بقى همدان وراحت قاعدة عندك ما تفرحيش قوي يعني بالحتة دي فاعرفي ان انت عندك تقس البين القطة بتمتصها القطة بتمتصها فالقطة السوداء من الرموز اللي مش حلوة للي عنده قطة او اللي ما عندهش قطة بس يشوف تابع القطة بتاعته اللي منجودة قطة اللي عنده في البيت منجودة في البيت وضعها ايه ومن هنا يتأكد اذا كان فيه ازه ولا لا نكمل بقية رموزنا انا عاملالكم شوية رموز قد كده طيب نكمل بقية الرموز نشوف ايه كمان من الرموز اللي غير مستحب برضو بتدل على الاسحار وجودة القرد ده القرد ده في المنام القرد الغوريلا حاجة كمان يعني هضفها كمان في الرمز ده التلاصم القرد من برضو زي القطة كده من اسوأ الرموز القرد اخدوها كده رمز ثابت اشخاص وحشة جدا جدا بيقابلكوا في حياتكم فيهم الازى بيستحلوا الحرام بشكل مش طبيعي بيعملوا الحاجة الحرام بدون خشة وبدون خجل من رب العالمين فدول اسوأ الناس اللي ممكن يظهروا في الرؤى القرد بيدل على الاشخاص المؤزية اللي عمرها ما تتطاق الله في يوم من الايام فيه ناس بتبقى مؤزية فعلا بس بسبب الحقد والغلة قوي قوي تبدأ تقزي وتدخل في الاسحار وتعمل كل حاجة بس فيها الحتة اللي ممكن ترجعها في يوم من الايام وتتقي ربنا وتخاف من ربنا لكن القرد بالذات لا حد ما تموت كده ما يموتوا كده ما بيخافوش فربنا يكفينا الشر يا رب طيب ايه كمان التلاصم التلاصم شفتوها على الجدران شفتوها على لوح الخشب شفتوها على الارض اي تلاصم موجودة في المنام ده باب برضو من ابواب السحر ايا كان لونها بقى محدش يقولي انا شفت تلاصم بيضة يبقى كده خلاص تحلت لا انا شفت تلاصم خضرة يبقى كده تحلت لا فما نحددش اقول بقى اللاصمر والأبي والأحمر هما دول التلاصم الأساسية في التفسير لا هي اي تلاصم ابيض اخضر ازرق اي لون في الوجود تلاصم اصحار تمام كده تمام كده ندخل على الرمز اللي بعد الرمز برضو الغريب شوية اللي ممكن تتفاقوا به اما يكون فيه مسكوب على البيت مادة زيتية سوداء في الحل انا شفت زيت لونه اسود او مش نظيف مدلوق على الباب شفت زيت مسكوب على الارض شفت زيت شفت زيت الحاجات دي بس مهم يكون غامع بس مسكوب مش يكون في قلب ازاز ونجي نقول الزيت سحر فده سحر من الاسحار اللي بتدخل في الامراض ربنا يكفينا الشر يا رب بتدخل في امراض اصابات اللي بيقزي اللي بيقزي الرائي ازيب كده انه هو ما يقدرش يقوم فطبعا ده رمز قوي وتقيل طيب فيه كمان رمز ايه الصحراء انتو عارفين ما بحبش الصحراء ابدا في المنعم فالصحراء بتدل ان الانسان ده بيمر بظرف صعب جدا جدا والحزوز السيئة دايما محلفة فطبعا ده بسبب ايه بسبب سحر بسبب سحر والغابة الغابة كمان لما بتكون مفهاش الزرع الاخضر انما لو غابة حتى لو لوحدك فيها والله خضرة حلوة جدا 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 فالغابة زيها زي الصحراء زيها زي الصحراء اللي بيعمل حاجة للرأي بيعمله لازم يكون لوحده محدش يحبه يبقى مكره محدش يشوف منام زي دوت لما يحس ان هو ما فيش حد بينتمني فيش حد بيحبه ده كله سحر من اعمال شيطانية بتتعامل من اشخاص للأسف الشديد بيكونوا مقريبين للأسف للأسف من الرأي طبعا البيوت المهجورة البيوت المهجورة كتير بتكون للرأي سحر طب لو كان بيت الرأي بيدخل في رموز تانية مش حل يعني بتبقى حاجة ممكن تحصل عند الرأي مشكلة يعني حاجات بتدخل في اتجاهات تانية لكن لو بيت مجهول ومهجور بيشوف بيوت مهجورة زيها زي رمز المقابر كده ده برضو سحر بس ده معظم اللي بيشوفوه بتشوفوا مثلا واحدة ما تجوزتش أو واحد ما تجوز أو حالة واقف في الجواز أو حالة واقف في الزواج أو في الزرية أو في الشغل ده عندهم وقف 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 حال كده طيب ايه تاني عندنا الصراصير الصراصير قسرتها في المنام بما فيهم الحشرات والعناكب والعقارب والحداية والحربية أو الحداية الحاجات عافكم الله باب من أبواب السحر الضعيف يعني ضعيف يعني الرأي ممكن بسهولة جدا جدا يحصل نفسه مش بضغط قوي على نفسه يعني حتى لو بقيت الكرسي الموعزتين نقرأ كرآن زي ما الرسول ما قال كده ونمشي على جسدنا وننفخ ثلاث نفخات في أدينا ونقرأ الموعزتين حاجات البسيطة دي هتحل أزمة بتاعة السحر المعمول لأنه السحر ضعيف كمان معايا من الرموز وقربت أخلص لكم الرموز الدمية العروسة أو أغلب الحاجات الفرعونية والعقد لو مثلا حد شاف خيط معقود أو حبل معقود أو شعر معقود أو خروج الشعر من الجسد اللي هو بقى الفم الكف في الإيد الأماكن اللي ما ينفعش يطلع فيها شعري دي الأنف الحاجات دي الشعر العين الأماكن دي كلها خرج منها شعر عرفوا أن رائمة مصحور 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 وأي عقدة أي عقدة أيا كانت عمل من أعمال السحر ربنا يكفيكم الشعر أنا هستكفي بالعدد دا من الرموز طبعا جامعة لكم شوية حلوين كده ما حد يشوف الحاجات دي هي التحصينات التحصينات ثم التحصينات طبعا روكي الشرعية خواتيم سورة البقرة قدرنا نقرأ سورة البقرة باستمرار يا سلام خروج الصدقة خرجوا صدقة على نفسكم خرجوا صدقة ادعوا صلوا خليكم قريبين من ربنا خليكم دايما نقول الحمد لله وانا عارفة يا رب ان انت عندك المقدرة والشفاء التام لي ووثقى فيك يا رب زي ما كشفتلي امر السحر او امر الداء في جسدي فانت ستعطيني الدواء وانا هتقبل منك البشارة يا الله وعلي بالدواء وهو الكرآن الكريم والصدقات والسنة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة خرجوا صدقة اتمنى ان انا اكون قدرت ان انا اجمع لكم شوية لموس دفتكم وربنا يكفيكم شرها ويكفيكم شر الناس المؤذية يا رب استودعكم الله ومنتظر تعليقاتكم في الكومنتات بأي رمز جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة